المجلس الخميس المجلس الخميس المجلس الخميس القسمين السياسي وقسم حقوق الإنسان في الهيئة سيبدأ أولا الدكتور أيمان العاني لبيان جهود القسم خلال المدة الماضية في مجالات حقوق الإنسان كافة وفي مجال الإعدامات ومضوع الإعدامات والتقارير التي أصدرها بهذا الصدد الندوة بعنوان سجون العراق وعداد الموت الذي لا يتوقف أو عداد الموت الذي لا يتوقف وهذا العنوان مقتبس من تقرير أعدته الهيئة قبل مدة تعاون بين القسمين السياسي وقسم حقوق الإنسان في الهيئة فضلا عن الإخوة في المركز العراقي توثيق جرائم الحرب الهدف منه هو التواصل مع كل الجهات الدولية والإقليمية التي يمكن التواصل معها بشأن موضوع الإعدامات وسيئة الحديث عن ذلك فكان بعنوان الصراخ الصامت سجون العراق وعداد الموت الذي لا يتوقف اقتبسنا منه الجزء الثاني عنوان الذي ندوتنا هذه أفسح المجال الآن للدكتور رئيبنا العاني لبيان ورقته مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة الأمر اليوم نحاول أن نحصر نشاطات ومهام المهام والنشاطات التي اصطلع بها قسم حقوق الإنسان خلال المدة الماضية لا شك أنها نشاطات دورية لكن هناك المستجد هو طبيعة الانتهاكات الجارية في العراق وكما تعلمون أنه يعني قسم حقوق الإنسان من الإسم هو يعني يكون مختص بالدفاع حماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الأثراد والجماعات وهذا طبعا يتطلب عدة مهام سأذكر المهام يعني بشكل سريع من ضمن المهام التي يعني تشمل هذا الموضوع هو مراقبة الانتهاكات رصد الانتهاكات هو محور أو الأساس في عمل حقوق الإنسان طبعا هذه الانتهاكات تختلف بمدى تأثيرها على الفرد أو الفئة المجتمعية المعينة أو المجتمع ككل فتكون هناك رصد الانتهاكات الحقوقية من قبل الجهات الحكومية وأيضا الجهات غير الحكومية البحث والتقارير من المهام الأخرى إجراء الأبحاث وأعداد التقارير هذه طبعا تهنى على ما تم رصده من الانتهاكات التي جرت أو تجري في البلاد في هذا الصدد حقيقة نحن خلال المدة الماضية عددنا عشرات التقارير من جملتها 23 تقرير يخص مسألة ملف السجون في العراق وطبعا لا شك ملف الإعدامات والإعدامات الجماعية وحالات الوفيات في السجون وهذا كله طبعا في قسم حقوق الإنسان يعد يعني من يتوفى أثناء الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي أو تحت التعذيب أو لأسباب أخرى هذا كله حقيقة يعد من جملة الوفيات داخل السجون يضاف لها عداد الذين تم إعدامهم خلال المدة الماضية التحقيقات من المهام المهمة حقيقة يعني نرصد الانتهاك يتم البحث في هذا الموضوع ننتقل إلى مسألة التحقيق في هذا الأمر مسألة التحقيق في هذا الأمر يتطلب وقوف على الواقع وهذه طبعا يعني يصاحبها العديد من الصعوبات والعقبات والمخاطر في ظل حكومات هي في الأصل حكومات ميليشياوية لا تحترم حقوق الإنسان ولا تقدر ولا تريد حقيقة ليست من مصلحتها أن تكون هذه الأمور مرصودة فضلا عن أنها يعد بشأنها تقارير أو يتم التحقيق فيها ننتقل هناك على الدفاع القانوني الدفاع القانوني هذه الخدمة لا أبالغ إذا أقول أنه قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين يقدمها للمتضررين طبعا من دون مقابل وهناك بريد ساخن حقيقة مع قسم حقوق الإنسان بهذا الموضوع والعديد العديد من الاستشارات وعرض الحالات وطلب اللوائح حتى في كثير من الأحيان فهذا كله حقيقة يجري في قسم حقوق الإنسان بالنسبة للمهام الآخر وهو التوعية والتثقيف لدينا طبعا يعني في العراق حقيقة الأمر الوعي الشعبي نحن نتكلم عن السنة الحادية والعشرين من الاحتلال يعني اليوم نحن في وضع ممكن أصبح يعني الوعي الشعبي بشكل أكبر بكثير مما كان عليه في سنة الاحتلال الأولى وهذا طبعا يعني أكيد بجهود وبنشاطات وبشعور بالمسؤولية من كثير من الجهات الوطنية المناهضة للاحتلال على وجه الخصوص ولسيما بالتأكيد هيئة علماء المسلمين التدريب والتعليم هناك طبعا يعني ورش تدريبية ولقاءات تعليمية وجاهية وافتراضية لسيما بعد الجائحة أصبحت هناك يعني أمور افتراضية تحدث عبر التطبيقات ويكون فيها مسألة تدريب وتعليم الكوادر أو الطواقم التي تسعى طبعا إلى وكذلك من دون مقابل هذا الموضوع يعني الكثير الكثير من الفرق التي تم تدريبها داخل العراق من خلال قسم حقوق الإنسان ومن خلال طبعا الجهات أخرى متعاونة مع القسم ويحدث هذا في العراق في ظل حكومات احتلال تسعى جاهدة حقيقة يعني التنكيل والمضايقة والتضييق على أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان حتى وإن كان بشكل صوري فما بالك عندما يكون الصوت جاد والصوت يعني يريد أن يحقق شيئا في هذا الموضوع من المهام الأخرى الحقيقة العمل الدبلوماسي بالنسبة للتفاوض مع المنظمات الحكومية الدولية هناك طبعا منظمات كما تعلمون التي يعني تختص بالشأن الحقوقي منظمات دولية لكن حكومية وغير حكومية يعني هكذا تصنف فالمنظمات الحكومية يكون العمل معها رسمي بشكل رسمي فهي تحتاج إلى عمل يسمى دبلوماسي بالنسبة طبعا بالنسبة لقسم حقوق الإنسان جرت تركيز هنا على يعني مجلس حقوق الإنسان الأممي في جينيب هو تحقق لنا الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى أنه يعني منذ 2021 على منصة المجلس ينشر تقرير قسم حقوق الإنسان ملخص حقيقة تقرير باللغة الإنجليزية في كل سنة منذ 2021 إلى الآن طبعا إضافة إلى مسألة الضغط وتشكيل الجبهات المناصرة لقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان وهناك طبعا حملة لإنهاء الإفلات من العقاب في العراق حقيقة كان لقسم حقوق الإنسان جهود كبيرة فيها وحتى تداخل في موضوع صياغة البيان وإضافة بعض العبارات التي طبعا تماهي السياسة التي تسير عليها هيئة علماء المسلمين في العراق التعاون مع منظمات المجتمع المدني هناك منظمات غير حقوقية أكثر من 170 عنوان هذه منظمات غير حكومية دولية طبعا فاعلة تكون فيها يكون العمل معظمها عاملة في العراق إما بمدة سابقة أو حاليا فطبعا التواصل معها بهدف توحيد الرؤى والجهود للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي طبعا طبعا تحيير السياسات العامة هذه أيضا من المسائلة والمحاسبة والسعي لضمان محاسبة المرتكبين وهنا طبعا نحن نتحدث عن موضوع السجون بشكل وحقيقة الأمر هذا يعني فعلا هو عداد موت لا يتوقف تخيل منذ 2003 إلى اليوم تم إعدام وتوفي في السجون داخل العراق أكثر من 23 ألف معتقل جميع هؤلاء يعني إذا 23 ألف يمكن 22 1950 ما واحد من عدهم متهمون بالأرهاب وجميع هؤلاء المتهمين بالأرهاب هم من العرب السنة مسألة يعني بالحقيقة من نتاجات الأمر هذا والتأكيد على هذه الحقيقة لتشخيص الضحايا لا تتحدث بلسان طائفي أو فئوي هي يعني تتحدث دائما بالهوية الكبرى الجامعة الهوية الوطنية لكن هذه لكن هذه لتشخيص الجهة التي يقع عليها الانتهاك فحتى يعني تقرير الأمم المتحدة أو تقارير الأمم المتحدة في المدة الماضية تحدث عن هذا الموضوع واستهداف مكون بعينه بمسألة بمسألة الإعدامات و يعني حتى في المراسلات التي نتراسل مع هذه الجهات ولا سيما مع المقاررين الأمميين في ذلك يعني نتحدث عن الموضوع هؤلاء ليسوا مجرمين يعني لا هما سراق ولا هما قتله هؤلاء أناس يعني حاول أن يقوم بالحق الذي هو مشروع وهو حق مقاومة الاحتلال لكن هذا الموضوع لأنه الحكومات تابعة للإحتلال فهي لا شك تكون اليد الضاربة التي يستخدمها الاحتلال داخل العراق ووجهة النظر هذه بدأت يعني تكون واضحة جدا بالحقيقة هناك مناشدات ومطالبات كثيرة للحكومات في العراق أنه على الأقل الإيقاف في تنفيذ أحكام الاعدام الجائرة بشهادة العالم لدينا اليوم في العراق محاكمات سريعة محاكمات تفتقر لأبسط مقاومات العدالة محاكمات لا تمنح المتهم أي فرصة للدفاع عن نفسه بل لا يعلم ما هي التهمة وبعض الأشخاص تمت محاكمتهم بأكثر من قضية بنفس الموعد يعني بنفس اليوم أكثر من جريمة كيف يستقيم هذا الموضوع لكن هو في الحقيقة كل الأمور ليست بشكل يعني واقعي وهنا طبعا لا أتحدث اليوم لا أريد التحدث عن موضوع الإعدامات الجماعية ولا أريد التحدث عن موضوع التعذيب الجسدي لكن يعني إذا نتحدث عن موضوع الاكتظاظ في السجون موضوع يعني شهادات عشرات الشهادات لدينا من معتقلين سابقين وحاليين تتحدث عن هناك زنازين تسع يعني بالقوة القصوى بالطاقة القصوى عشرين نزيلا لكن كم العدد داخل تلك الزنازين لا يقل عن سبعين شخص يعني يقول احنا نام مواقفين بعض المتهمين بعض الشهادات يتحدثون عن النوم وقوفا أو التناوب على النوم الناس تضل واكفة حتى الناس تنام مأساة على هذا الموضوع صدقوني لا أبالغ إذا أقول اليوم يبحث المعتقل عن حقي في التنفس ليش لأنه هذا الاكتظاظ وقلة التهوية وطبعا هذا الموضوع يعني ليس ليس عبثيا أما هو موضوع ممنهج لأنه يستهدف معتقلي الرأي ومن طبعا هو متهم بالإرهاب أما المعتقلون الآخرون مثل السرقة والأمور الأخرى لا وضعهم يختلف تماما وحقيقة الأمر يعني هذا يعني حقيقة هذه في سجون العراق اليوم التي تدعي الحكومات الديمقراطية والحرية وحرية الرأي وهي تزج بمن يعبر عن رأيه ولا يعني والكل عايش موضوع ما حصل في 2019 من تجدد للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومات والفساد وضد الفساد وضد الفشل الحكومي في تأمين وتحقيق أبسط الخدمات للشعب العراقي العلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله وأفسح المجال للدكتور مثلنا جزاه الله خيرا شكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد والحمد والصلاة والسلام على رسول الله شكرا لأخي الدكتور أيمن العاني على هذه الورقة الموجزة عن نشاطات وجهود قسم حقوق الإنسان في الهيئة خلال المدة الماضية وكذلك موضوع الإعدامات والسجون وما يتعلق بها وهو وضوع مهم ذكرت في المقدمة أنه قد تكرر الحديث عنه وعقد الندوات والمحاضرات وكتابة التقارير لأهميته ما سأتحدث عنه وفي صلب هذا الموضوع قبل شهرين تقريبا عقدت الأمانة العامة اللي هي تولماء المسلمين اجتماعها الدوري وناقشت فيه قضايا عدة ومن ضمن القضايا التي نقشتها في هذا الاجتماع وموضوع الإعدامات وتجدد هذه الحملات واستمرارها وعدم التفاة الحكومة والجهاز القضائي في العراق للمناشدات والمطالبات الدولية والإقليمية والمحلية وأقرت الأمانة العامة في هذا الصدد خطة لتكثيف الجهود في هذا المجال بعد أن أثنت على جهود القسمين السياسي وقسم حقوق الإنسان في الهيئة فضلا عن الأقسام الأخرى المعنية بهذا الجانب ولا سيما قسم الإعلام الجهود التي بذلت سواء من خلال مواقع الهيئة الرسمية ومنصاتها أو من خلال وسائل الإعلام التابعة لها كثيرة فهي من أولوياتها هذا الموضوع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المعتقلين بشكل خاص من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة وتقدمها على أشياء أخرى بحكم أنها أساس من نسوس العمل في الهيئة فضلا عن واجب يتحتم علينا أن نقوم به دفاعا عن حقوق العراقيين وأخيرا هو واجب وإن كان في المقدمة ولكن أقول أخيرا من باب الترتيب الآن واجب شرعي من باب القيام بالواجب واجب الوقت الآن هو الدفاع عن قضية المعتقلين بكل ما نستطيع لأن هناك أرواح تزهق بين مدة وأخرى في هذا السياق قررت الأمانة العامة إصدار بيان مفصل عن موضوع الإعدامات وترجمته إلى اللغات الحية ومن ضمن اللغة الإنجليزية والفرنسية والتركية والصينية فضلا عن اللغة العربية وقد ترجم فعلا البيان الذي صدر قبل شهر ووزع بهذه اللغات ورسل إلى الجهات المعنية ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى تكليف قسم حقوق الإنسان بالتعاون مع الأقسام الأخرى في الأيئة بإعداد تقرير فيه فكرة عامة ومختصة قدر الإمكان من أجل أن يصل إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية وهذه المرة لم نقتصر على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان فقط وإنما المنظمات الدولية والإقليمية السياسية أيضا لتوسيع دائرة الانتشار لتنبيه هذه الدوائر قامت أو لم تقم بواجبها اهتمت أو لم تهتم المهم أنه الصوت قد وصل إليها من باب قامت الحج عليهم جميعا ولعل أيضا فيه طرقا للأبواب بطريقة أخرى ممكن أنه تفلح كما أفلح طرق الأخوة في قسم حقوق الإنسان على مجلس حقوق الإنسان الأممي ولا سيما أن هناك بعض المنظمات التي لم تعتد أن يتواصل أو تتواصل معها الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العراق والمنطقة بهذه الطريقة وعليه تم انتقاء أكثر من ستين جهة دولية وإقليمية وعربية للتواصل معها والقائمة قابلة للتوسع هذه المرة ترجمت التقرير توسعت أيضا في إضافة إلى اللغات التي ذكرت ترجم أيضا إلى الإسبانية وإلى البرتغالية فأصبحت الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والتركية والصينية بضلا عن اللغة العربية لأن هذه اللغات الحية المتحدث بها في غالب العالم في غالب المنظمات الدولة يمكن في مرحلة لاحقة أن يترجم إلى لغات أخرى إذا ما رأينا أن هناك استجابة جيدة من هذه المنظمات هذا التقرير تم إعداده في القسم السياسي وعرضه على قسم حقوق الإنسان الذي أبدأ رأيه فيه من الناحية الحقوقية وتم التعديل بناء على ذلك وتم التواصل أيضا مع الإخوة في عدد من المنظمات ومن ضمن المركز العراقي لوثائق الحرب وأخذنا بالملاحظات التي وصلتنا وتم إعداد التقرير ومن ثم القيام بالترجمة التقرير هو بعنوان الصراخ الصامت الصراخ الصامت سجون العراق وعداد الموت الذي لا يتوقف عنوان فرعي استمرار انتهاك حقوق المعتقلين في العراق يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها سأقرأ لكم بعض الفقرات وليس التقرير كامل ولم يكن هو ثلاث صفحات ونصف ولكن يعني رعاية للوقت تقول المقدمة ما زالت السلطات الحكومية في العراق مصرة على إزهاق أرواح المعتقلين من دون وجه حق عن طريق حملات إعدام جماعية يساق فيها المعتقلون ظلما إلى مشانق الموت الآثمة بتهم باطلة مواصلة بذلك جرائمها الإرهابية التي شرعت بها منذ سنين الاحتلال الأولى وهجمات أحزابها وميليشياتها الإرهابية المسلحة على مناطق ومدن متفرقة في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى وهنا جرى الحديث عن حالات الإرهاب الأولى التي كانت تمارسها السلطات الحكومية في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة ووصولا إلى هذه الحكومة التاسعة برعاية بغض نظر بتخادم مع الجانب الأمريكي ومن ثم وصولا إلى مراحل أخرى تطور فيها هذا الفعل الإرهابي تجاه الإرهابيين ومنها قيام الميليشيات الإرهابية بتنظيم ومأسسة عمليات استهداف الإرهابيين بتهم الإرهاب وانتهاك حقوقهم بناء على ذلك يقول التقرير وبدل أن تحاكم الميليشيات الإرهابية ومن يقف خلف هذه الميليشيات من أحزاب السلطة على جرائم الحرب التي ارتكبتها والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها فقد تم دمجها في أجهزة الأمن وأصبحت توغل في جرائمها الإرهابية ذات الصبغة الطائفية ويهترتدي الزير الرسمي للأجهزة الأمنية وتواصل عملها من اعتقالات غير قانونية اعتمادا على وشايات المخبر السري سيء الصيد وتمارس على المعتقلين أبشع عمليات التعذيب بعد عزلهم عن العالم طبعا هذا الرجوع التاريخي لأحداث مطلوب لأنه منظمات لأول مرة تخاطب فلابد من إعطاهم خلفية عن ما يجري في العراق وليس الحديث عن الإعدامات الجارية الآن فقط ثم بعد حلقة الحكومة وحلقة الأحزاب والميليشيات تأتي الحلقة الثالثة وهي حلقة النظام القضاء الفاسد لتطبق بأحكامها الجائرة على عناق المعتقلين بعدم اعتماد المحكمة شهادات الشهود أو الدلال الواقعية وبالاستنادل الأوراق التي تأتيها من ضباط التحقيق فقط الذين هم في الغالب عناصر ميليشيوية بما تحوي هذه الأوراق من اعترافات تحت التهديب بجرائم لم ترتكب فتعتمد ولا يلتفت إلى إنكار المعتقلين وقد سبق لنا أن أكدنا مرارا وتكرارا في تقارير ووثائق كثيرة ومضطردة أن الإعدامات في العراق انتقامية وظالمة وذات طابع طائفي وسياسي وأن هناك انتهاكات صارخة مستمرة في المعتقلات والسجون الحكومية المعلنة فضلا عن غير المعلنة حيث لا تسلب الحرية فيها فحسب وإنما تكتم الأنفاس ويموت المعتقلون قتلا خارج نطاق القضاء وإعداما جائرا واختناقا ممنهجا وتعذيبا وحشيا وإهمالا صحيا متعمدا وما يمكن وصفه بالقتل البطيء الممنهج في السجون الحكومية التي طالما أكدت المنظمات والمراكز الحقوقية الدولية والإقليمية على أن السلطات الحكومية تنفذ فيها عمليات إعدام بناء الاعترافات مشوبة بالتعذيب ينتهي قسم منها أحيانا بإزهاق الأرواح ذكر الدكتور أيمن قبل قليل إحصائية أن 23 ألف معتقل أعدموا أو ماتوا للأسباب المتقدمة في السجون منذ عام 2003 وحتى الآن بحسب الأرقام المتاحة وهو رقم كبير جدا إخواني إذا نقسم 23 ألف على 20 سنة يعني المعدل تقريبا 1015 ضحية كل سنة إذا نقسمها لعدد أيام السنة ثلاثة ضحايا كل يوم هذا معدل خطير لم يبتبلغه دولة في العالم كل يوم هناك ثلاثة يموتون في المعتقلات أما إعداما أو إهمالا صحيا أو نتيجة أمور أخرى ف23 ألف رقم هو يكاد يكون يساوي رقم المعدومين في العالم اللي هو 28 ألف تقريبا في كل العالم نعود إلى التقرير فقرة تكدس الزنازين تحدث عنها الدكتور أيمن لن أعود إليها ولكن يحدث كل هذا أين في مرافق احتجاز خرج معظمها عن دائرة الرقابة القضائية ويعذب أمام بواباتها أهالي المعتقلين بساعات انتظار طويلة وإذلال متعمد وتفتيش مهين ووراء أسوار هذه المعتقلات فصول من الانتهاكات والقمع الأمني لأبنائهم الذين قضى كثير منهم نحبة نتيجة التعذيب والإحمال الطويل وقد وثقت تقارير دولية ومحلية عدة حالات تعذيب وسوء معاملة وإهانة لمحتجزين تشمل الضرب، الصدمات الكهربائية في أماكن حساسة من الجسم الحرق، التعليق من اليدين في السقف لساعات طويلة العنف الجنسي وتعرض المحتجزين إلى أوضاع مجهدة والحرمان من النوم والغذاء والماء والقتل خارج نطاق القضاء في انتهاك صارخ للحق في الحياة وانعدام الرقابة القضائية ويزاد على كل ذلك حالات الاحتجاز التعسفي والتغييب القسري حيث يحتجز الآلاف من المواطنين من دون تهمة أو محاكمة في معظم الأحيان وهنا يأتي موضوع السجون غير المعلنة والمعتقلات التابعة للحزاب والميليشيات والمعتقلين والمختطفين الذين تمت تصفيتهم في أماكن احتجاز مؤقتة وهذا كله يزيد من الإحصائية التي ذكرها الدكتور قبل قليل وقد نبهت مؤخرا بعض المنظمات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة على ذلك وصرحت به في تقرير لعدد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان الناشطين في مؤسسات المنظمة أصدره في 27-6-2024 بالمناسبة كما ذكر الدكتور أيمن الجهد الذي نجح مع مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير الذي صدر عن مجموعة من المنظمات والحقوقيين المتعاونين مع الأمم المتحدة كان بجهود أيضا من عدد من الوطنيين العراقيين الناشطين في المجال السياسي والمجال الحقوقي وهنا لا بد أن ننوه بالإخوة في الميثاق الوطن العراق الذين كان لهم جهد واضح في هذا المجال هذا قال التقرير قال إن عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة موجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية هي ارتقت ولكن تقريرهم فيه بعض التحفظ وفعلت ذلك أيضا عدد من المنظمات الدولية الفاعلة في العراق وخارج العراق ونؤكد هنا مرة أخرى تقرير الهيئة هكذا يقول أن ما يجري في السجون من جرائم إنما تقف وراء استمرارها إرادة سياسية صريحة للسلطات الحكومية التي توصر على مواصلة تنفيذ أحكام الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب للبعد الطائفي والتجاهل التام للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبما يجعل المتورطين فيها سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة تحت طائلة المسؤولية الجنائية بحكم أن ما يقومون به يرقى بموجب القانون الدولي إلى مستوى الحرمان التعسف والممنهج من الحياة ضد فئة بعينها من السكان يعني الآن رح ندخل ضمن مفهوم الإبادة الجماعية هذه قضية خطيرة جداً ولكن المجتمع الدولي لا نقول يتفرج فقط لا بل في مرحلة من مراحل رعى عملية الإبادة هذه وعلى الرغم من هذه الجريمة فإن هناك حالة انعدام تام لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم حيث كثيراً ما يتمتع الجنات بالإفلات من العقاب ومن هنا تأتي مطالبتنا المجتمع الدولي بمواقف واضحة تنصف الشعب العراقي وتؤكد على الالتزام بالقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشعب التي خرقتها وتجاوزتها السلطات الحاكمة في العراق وانفردت بالشعب الأعزل وهو الطرف الأضعف الذي لا يملك القدر على الرد طبعاً نحن على قناعة تامة بأنه كثيراً من هذا الكلام لن يلتفت له ولم تقوم كثيراً من المنظمات بما ينبغي أن تقوم به من واجبات حتى وإن ثبت فعلياً أو ثبتت هذه الجرائم لديها بأدلة ملموسة ومحسوسة لأن هناك ضغوطاً دولية تمنعها من ذلك ولكن لا بد من إقامة الحجة وإيصال الصوت وإحداث دائماً نتحدث عنه وهذه قضية مهمة التراكم الوثائقي للوثائق التي تتحدث عن حالات انتهاك حقوق الإنسان هذا السلاح الذي استخدمه الاحتلال ومن جاء مع الاحتلال ومن تعاون مع الاحتلال ضدنا طوال أكثر من ربع قرن في ظل غيبة تامة عن الساحة الدولية للعراق أحدث نتائج خطيرة كانت من مبررات شن الحرب على العراق فلابد من إعادة الكرة وإحداث هذا التراكم القانوني والوثائقي عندما تأتي الساعة المناسبة للقصاص من هؤلاء تكون هناك مادمون أبدأ من جديد من الصفر أخيراً توجه التقرير بالخطاب إلى هذه المنظمات بالقول إن لم تقفوا موقفاً يرضي ضمائركم الإنسانية فلزاماً عليكم ألا تكونوا عوناً لأصحاب المشروع الطائفي في الاستمرار بجرائمهم الممتدة ضد الإنسانية في العراق الأمان العامة لهاية والأمان المسلمين 27-2024 هذا هو يعني وهذه خلاصة للتقرير هذا التقرير أرسل إلى أكثر من 60 منظمة سأقرأ لكم أسماء المنظمات حتى تعرفوا المساحة التي انتشرة ونحاول أن ننتشر فيها من خلال هذا التقرير ثم نختم إن شاء الله أولاً منظمة التعاون الإسلامي منظمة الأمم المتحدة جامعة الدول العربية منظمة العفو الدولية منظمة هيومان رايتس ووش منظمة الصليب الأحمر الدولية الاتحاد الأفريقي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منظمة نوريج النرويجية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي منظمة الدول الأمريكية الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط رابطة أمم جنوب شرق آسيا مؤتمر وزراء العدل في الدول الإيبيرية الأمريكية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص اللجنة الدولية التي تقص الحقائق في المسالة الإنسانية اتحاد دول أمريكا الجنوبية رابطة الدول الكاريبية رابطة الدول المستقلة مجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون المسمات لجنة البندقية منظمة مجلس أوروبا منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان وزارة العدل في جنوب أفريقيا طبعا وزارة العدل في جنوب أفريقيا مقصودة بعد الجهد الذي قامت فيه فيما يتعلق بفلسطين وزارات العدل في الدول العربية وسيأتي ذكر بعض هذه الوزارات مجلس حقوق الإنسان الأوروبي اللجنة الدولية المعنية بالتعذيب اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء القسري اللجنة الدولية المعنية بالقتل خارج القانون اتحاد الحقوقيين الدولي تركيا وزارة العدل في قطر مفوضية حقوق الإنسان الأوروبية مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان المكتب الإقليمي لحقوق الإنسان في أوروبا مؤسسة الكرامة في سويسرا محكمة العدل الدولية المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي المركز الدولي للعدالة الانتقالية شعبة النهوض بالمرأة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هيئة حقوق الإنسان في السعودية المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها في الدوحة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس منظمة منا لحقوق الإنسان وزارة العدل الإماراتية الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت الفيدرالية لحقوق الإنسان الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية المنظمة العالمية ضد الإعدام منظمة العفو الدولية القسم العربي منظمة العفو الأفريقية منظمة العفو الآسيوية المنظمة الدولية لمناهضة الإعدام الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان منظمة الطب العالمي لحقوق الإنسان المركز الصيني المدافعين عن حقوق الإنسان المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأرض ستين منظمة وجاري إن شاء الله زيادة منظمات أخرى معنية بهذا الجانب هذه أعتقد خطوة واسعة الهدف منها هو التعريف ما يجري في العراق وقد تفتح هذه الخطوة أفاقا واسعة لنا في العمل وقد تزيد من أعباء العمل ولكن هذا متوقع لأن الأعباء في هذا العمل مطلوبة وضرورية لأنها قضية مصيرية ولا أخفيكم هناك يعني معاناة يومية لأن كثيرا من هؤلاء نعرفهم وضغوط العائلات ومراسلاتهم كما ذكر الدكتور عيمان والاتصالات التي تأتينا في القسم السياسي الذين يزورونهم بمدة واخرى يزورهم في الناصرية وفي أماكن أخرى يرسلون لنا صور وتقارير وأخبار وقد عرضنا قسما منها في ندوة قبل ثلاثة أشهر وقسم منهم وضعوا على قائمة الإعدام وصلنا خبر قبل حوالي سبوعين وتم التحقق أن هناك حالات تحرش من بعض المعتقلين الآخرين بالمعتقلين داخل السجن من أجل إثارة خلافات ونزاعات تنتهي غالبا بقتل المعتقلين المتهمين بالإرهاب من العرب السنة وعندما توصلنا مع أحد المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام قال نعم هذا موجود في القاعات العامة أما إحنا المحكوم بالإعدام في قاعات أو في سجون فردية فرادية خاصة فإذن هناك تجدد في أساليب استهداف المعتقلين وإزهاق أرواحهم ذكرنا الإعدامات وذكرنا الإهمال الصحي وغير الآن حالة لا إفتعال صراعات وأزمات وغالبا يكون الطرف المتهم فيها الطرف الضعيف هذا أعتقد أن الجهد لا بد أن نقوم به لأنه القضية إن اقتصرت على البيانات والتقارير والمناشدات لن تحقق إلا الأهداف التراكمية كما قلنا والأهداف الإعلامية ولكن لا بد من جهة حقيقة على الأرض والدعوة هنا للجميع للقوى الوطنية للأشخاص المهتمين المعنيين القيام بما يستطيعون عن طريق التوثيق عن طريق الإعلام عن طريق العلاقات عن طريق الزيارات عن طريق الجهد القانوني حتى عن طريق الجهد المادي فيما يتعلق بحالات كثيرة من المعتقلين اللي أوضاعهم المادية صعبة جدا ولا نستطيع أن نوفر لهم ما كنا نوفره سابقا والعدد طبعا كبير وفي تزايد يحتاج جهود ليست جهة واحدة وإنما لجهات عدة أخيرا أشكر لكم هذا الاستماع أولا الحضور ثم الاستماع راجيا نقل هذه الأفكار وهذه الأخبار بالوسائل والطرق المناسبة لتوسعة هذه الحملة ما أمكن بارك الله فيكم ونزاكم عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر